الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأرحب بكم أيها المشاهدون الكرام في لقاء نتذكر فيه الأيام الخالية التي نستشرفها ونستفيد منها ونتدارسها لنتقرب بها لرب العزة والجلال فنكون بإذن الله ممن ينادون يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أحبتي إن الحوادث العظيمة التي وقعت في زمن النبوة كانت في ذلك الوقت لها تأثيرات كبيرة وكان لها صداها ولها تغيراتها وتغيراتها في المجتمعات ومن تلك الحوادث الكبيرة التي وقعت في ذلك الزمان حادثة تغيير القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة إلى بيت المقدس لكنه يجعل الكعبة المشرفة بين يديه بحيث يأتي في الجهة الجنوبية فيصلي تجاه بيت المقدس ويجعل الكعبة المشرفة أمامه فيستقبر البيتين وهكذا استمر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة على ذلك الحال حتى انتقل إلى المدينة فلما انتقل إلى المدينة بقي ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا يصلي تجاه بيت المقدس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يصلي تجاه الكعبة وكان اليهود يفرحون بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بكونه يصلي إلى بيت المقدس لكن هذا الحكم كان له وقع كبير في النفوس حكم تحويل القبلة ولذا مهد الله عز وجل له بعدد من أنواع التمهيدات فإن الحكم بتحويل القبلة ورد في سورة البقرة وقبل ذلك مهد الله عز وجل له بعدد من الأمور بمثابة التقدم والتمهيد لهذا الخبر العظيم فمن ذلك أن الله جل وعلا ذكر في هذه السورة عددا من الأحكام التي لها نوع اتصال بهذا الحكم فمنها أنه ذكر فضل إبراهيم عليه السلام ومكانته في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما وهكذا أيضا ذكر بتطهير هذا البيت أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وذكر الله جل وعلا دعوة إبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام بهذا البيت ومن سكن فيه ورب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وهكذا ذكر الله جل وعلا تلك الحادثة العظيمة المتمثلة في بناء إبراهيم عليه السلام للبيت في قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل والتذكير بأن إبراهيم الذي بنى هذا البيت هو أب الأنبياء وأن الأنبياء الذين أتوا من بعده هم من ذريته ومن ذلك موسى وعيسى عليهم السلام وهكذا من الأحكام التي جاءت بالتمهيد لهذا الحكم العظيم المتعلق بتحويل القبلة موضوع النسخ فقد ذكر الله جل وعلا أنه قد ينسخ بعض الأحكام في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير وهكذا ما ذكر الله جل وعلا من كون المشرق والمغرب له سبحانه وتعالى هذا أيضا بمثابة التمهيد لمسألة تحويل القبلة ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وهكذا أيضا ما ذكر الله جل وعلا من شأن أولئك الذين يمنعون المساجد ويفترون على الله الكذب في ذلك فكانت هذه الأحكام بمثابة التمهيدات لهذا الحكم العظيم ثم نزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فكان هذا الحكم الذي نزل في هذه الآية محلا تندر من بعض المناوئين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصبحوا يستهزئون يقول بعضهم لو كانت الأولى حقا فلم تركها وإن كانت الثانية هي الحق فلم لم يتوجه إليها من أول الأمر ما علموا أن الأمر كله لله جل وعلا فنزلت الآيات العظيمة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ثم ذكر فضلا هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبعه الرسول يعني أن هذا التحويل لابتلاء الخلق واختبارهم هل يسلمون لحكم الله عز وجل وأمره أو أنهم يترددون ويشككون في ذلك لعلنا نتوقف لفاصل قليل حياكم الله أخوة الأعزاء في ذكر هذه الحادثة العظيمة حادثة تحويل القبلة وهي حادثة عظيمة ذكرها الله جل وعلا في كتابه ومهد لها بأنواع التمهيدات وكان مما ذكره الله جل وعلا في هذا الشان أن قال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض نعم ما بعضهم بتابع قبلة بعض وذلك أن النصارى يصلون إلى جهة المشرق وأن اليهود يصلون إلى جهة بيت المقدس وبيّن الله عز وجل أن لكل ديانة قبلة تكون لأصحابها ولم يكن هذا من أسباب القدح في بعض هذه الديانات بسبب تغيّر هذه القبلة ثم ذكر الله جل وعلا أن الذين آتاهم الله الكتاب يعلمون أنه الحق كما يعرفون أبناهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وبالتالي ذكر أن هذه الآية العظيمة والحكم الكبير تلقاه المؤمنون بالتسليم وتوجّهوا جهة الكعب في صلواتهم وفي مقابلهم أولئك الذين شكّكوا في هذا الأمر ولم يستجيبوا لأمر الله عز وجل أو من أولئك الذين يريدون أن يطعنوا في هذا النبي الكريم وفيما جاء به صلى الله عليه وسلم ومن حيث خرجت فولّي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولّي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فكانت هذه الآيات المتكررة في الأمر بالتوجه نحو الكعبة المشرفة لتؤكد هذا الأمر العظيم وتزيل ما يكون في النفوس من بقايا سابقة من كون القبلة الأولى إلى جهة بيت المقدس وفي هذا أن الإنسان ينبغي به قبل أن يتخذ أي قراغ له وقع في النفوس أن يمهد له وأن يجعل النفوس تقبله حتى إذا جاءها قبلته ومما يتعلق بهذا أنه لما نزل الوحي بتحويل القبلة استجاب المسلمون لذلك أن لداء الإلهي وتحولوا إلى جهة الكعبة في صلواتهم فأصبحوا يصلون لله عز وجل والمؤمن يعلم أن شأن العبادات أن يتقبلها الإنسان وأن يستجيب لها وأن لا يتردد فيها بأي نوع من أنواع التردد هو أمر رب العزة والجلال الذي خلقنا والذي أمرنا بما يعود علينا بالمصلحة والخير وبالتالي علينا أن نستجيب له طاعة له واستجلابا لرضاه ورغبة في الحصول على الأجر والثواب الأخروي ليكون ذلك من أسباب سعادتنا وهكذا شأن المؤمن كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فليس الدين بالأهواء والرغبات وإنما الدين بالطاعة لله عز وجل وانظر لنفسك إذا أمرت من تحت يدك من مرؤوسيك أو من من يعملون لديك أو من أبنائك فانظر هل ما تقبله نفسك منهم أن يستجيبوا لأمرك وأن يمتثلوه أو أن يتشككوا فيه ويردوه إذا لم يكن موافقا لرغباتهم وأهوائهم وبالتالي علينا أن لا تنساق أنفسنا تجاه رغباتنا وشهواتنا في مخالفة أمر رب العزة والجلال كما قال سبحانه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وكما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ولذلك فالوصية للجميع أن يستجيبوا لأوامر الله مسارعين مبادرين ولذا جاء في ثنايا آيات تحويل القبلة فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله فالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات هو شأن العقلاء وأما التسويف والإمهال فليس من شأن العقلاء في شيء ولعلنا أن نقف في فاصل قليل نستذكر فيه بعض القصص والأحوال التي وقعت للصحابة بعد تحويل القبلة حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء نتدارس فيه موقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحويل القبلة كان شأن الصحابة أن يستجيبوا لما جاءهم من أوامر الله ومن أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما نزل تحريم الخمر وكانوا قد اعتادوه لسنوات طوال وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه ينادي بأن الله قد حرم الخمر ألقوا ما في أيديهم من الخمر حتى أن سكك المدينة لتسيروا من الخمور التي ألقوها ولما أخذوا لحوم الحمار وطبخوها في غزوة في غزوة خيبر وكانوا محتاجين إلى الطعام فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديه ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية استجابوا وامتثلوا مع أنه قد طبخت هذه اللحوم في القدور وكانت على وشك الإنضاج وما ذاك إلا للسمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبذلك كانوا ممن فاق العالم في درجات الإيمان بسبب سرعة استجابتهم لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كان من الحوادث التي ذكرها البراء بن عاسب أنه ذكر أن بعض الصحابة كانوا يصلون صلاة العصر فجاءهم المنادي ينادي ويخبرهم بأن القبلة قد تحولت فاستجابوا لذلك وتحولوا وهم في صلواتهم يقول عبد الله بن عمر بين الناس يصلون في مسجد قبا صلاة الصبح صلاة الفجر إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة ألا فاستقبلوها ألا فاستقبلوها قال فاستقبلوها في صلواتهم وكانت وجوه الناس إلى الشام متجهين إلى بيت المقدس فاستداروا كهيئتهم بوجوههم فتوجهوا إلى الكعبة واستمر ذلك من شأنهم ومن أحوالهم فانظر إلى سرعة استجابتهم رضوان الله عليهم كيف تحولوا وهم في صلواتهم وهكذا شأن الإنسان أن يستجيب لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وانظر إلى هذه الواقعة وهي تمثل نماذج من طعن أهل الديانات الأخرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعاليمه وتمثل جانباً من جوانب تشكيكهم في دعوة النبوة وكذلك تمثل جانباً من جوانب الاستجابة والسرعة والمبادرة إلى امتثال الأوامر الإلهية والنبوية من قبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وهكذا استمر الناس يحرصون على بناء مساجد لهم في أحيائهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلون فيها صلوات الفروض وتكون قريبة من مساكنهم وكانوا في صلاة الجمعة يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتهيأوا لهذه الصلاة بالتنظف والاغتسال والتطيب مما يدل على فضيلة هذا الدين حيث كانت الطهارة جزءا من تعاليمه وكانت الطهارة عبودية يعبد الناس بها ربهم سبحانه وتعالى فيكونون بذلك ممن حصل الأمرين طهارة ونظافة وفي نفس الوقت أجرا وثوابا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه عند ذهابهم لصلاة الجمعة أن يغتسلوا وأن يتطيبوا وأن يكون من شأنهم تنظيف ثيابهم وهكذا استمر عليه شأن الناس بعد ذلك أخوتي الأعزاء أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كانوا يحرصون على أداء الصلوات في المساجد حتى أن الرجل لا يؤتى به يحمله إلى اثنان يهدى يهدى بينهما ورجلاه تخطان في الأرض ما يمنعه ذلك من أن يصلي مع الجماعة في المسجد ولذلك كان من شأنهم أن يتعارفوا وأن يتعاونوا وأن يتعاضدوا وأن يكون بينهم تواصل وتعاون على البر والتقوى بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة